تداب الحكومة الموقرة على تفعيل العديد من البرامج الهدفة إلى تطوير الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في تحقيق أفضل سبل الكفاءة والانتاجية في عمل المؤسسات الحكومية في ظل تسجيل مستويات إيجابية مرتفعة لأداء المؤشرات الاقتصادية ارتفاع تلك المؤشرات يعكس حقيقة الجهود المبذولة والعمل الدؤوب لكل طاقة بشرية برز عظيم دورها في قطع شوط كبير في تنفيذ أولويات وبرامج التنمية الاقتصادية في سبيل تطوير جودة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتوضع في متناول كل مستفيد منها من مواطن أو مقيم تستمر الحكومة الموقرة بطرح العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق أعلى المستويات من الكفاءة والانتاجية في الخدمة المقدمة وتسهيل إيصالها لكل طالب لها في مختلف المؤسسات ومهما كان نوعها عبر كوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع مختلف الظروف العملية والاستجابة لمتنوع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى وإلائها بالغ الأهمية لتقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى للجميع من باكورة العمل المتواصل بروح الفريق الواحد مستويات الأداء الحكومي ارتفعت مؤشراتها ليقابلها ارتفاع للمؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثالث من هذا العام وبإحصائيات إيجابية عكست حقيقة الجهود الكبيرة المبذولة والعمل الدؤوب لكل طاقة بشرية قادها إخلاصها واجتهادها نحو قطع شوط كبير في تنفيذ أولوياته وبرامج التنمية الاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي وبما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبما يتناسق مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يتعاظم العمل الحكومي باستناده وبشكل دائم على جدوى أنجع الأنظمة والمبادرات الموجهة لخدمة المواطنين والمقيمين بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية الموجهة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين ولعل من أبرز تلك المبادرات تتمثل بأنظمة سجلات تواصل بنايات فعلى صعيد سجلات أظهرت مستويات متطورة من الأداء في هذا النظام تلقي ما ينوف على خمسين ألفا وثمانمائة طلب تم التزام باتفاقية مستوى الخدمة بنسبة تسعة وتسعين في المئة وأما في نظام تواصل فقد تعاملت اثنتان وخمسون جهة حكومية مع أكثر من ثمانية وخمسين ألف مقترح واستفسار وشكوى خلال الفترة من يوليو ولغاية أكتوبر الحالي تم الالتزام فيها بعدم تجاوز الوقت المحدد للرد بنسبة مئوية شبه كاملة وصلت إلى تسعة وتسعين فاصل خمسة بالمئة في المئة لتتشابه لغة الأرقام وحسب الإحصائيات المطروحة في نظام بنايات إذ تم تلقي ما يزيد على أربعمائة وتسعة وخمسين طلبا لم تتجاوز أي معاملة منها الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر